موسيقى اذا كنت تشتري اي اسلحة او فضة او اي حاجة خاص لعبة سكالاند بونز او اي لعبة ثانية مثل العاب فيفا ادخل على الرابط للموجود في الوصف ولا تنسى انك تحط كود نوب مرحبا واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد الفيديو اليوم اللي بنبهكم وحذركم فيه عن حاجة موجودة في اللعبة ما تنتبهوا لها بعض الاشخاص يعني ما بينتبهوا لها دائما لما تروحوا وتشتريوا وتصرفوا العملة الفضية هذه عملة الزعامات لما تصرفوها حاولوا انكم تتأكدوا من اسعار المواد اللي تباع لكم فعلى سبيل المثال لو جينا لهنا وشوفنا المتقر اللي عنده هوم او قبل عنا بدنا تتكلم على المتقر اتكلم على المتقر الموجود عنده في الرابط الوصف تحت اذا دخلوا على هذا الرابط بتشوفوا في موقع اي او اي اي او اي او اي اتوقع اسمه تقدر بتحصلوا هناك حاجات خاص للعبة وتخص العاب ثانية لعبة ديابلة لعبة فيفا وبعض العاب الثانية مثل روكت روكت ليك يتوقع اسمها اا صح اا اللعبة المشهورة لعبة السيارات هذه الكورت القرم السيارات فاذا دخل على هذا الموقع تقدر تشتريوا كثير حاجات تخص هذه الالعاب وراح اا تقدر تستخدموا كود نوب ويعطيكم ثلاثة بالمائة ديسكاونت في هذا الموقع اا مضمون يعني بالنسبة للمضمون وموثق عن طريق جوجل اا اظنى سيكوريتي او جوجل السيف اا ما في ولا كلام ضدهم فتقدر دخلوا هناك وتشوفوا الاشياء اللي تحتاجوا لها تشتريوها والطريقة سهلة جدا اا ما عليكم اللي انكم دخلوا تليفونكم والايميل ومن ثم كود نوب عشان يعطيكم ثلاثة بالمائة ديسكاونت بعد هاذا اا حبنا نتكلم عن الغلطة اللي اتوقع عنها غلطة في اللعبة اؤ دائما لما تقوموا بتشتريوه من هنا الحاجات اللي تقدر تشتريوه بالخمسمية مثلا او لا الحاجات الكوزماتيكس نركز على الحاجات الكوزماتيكيية لانها هي الحاجة الاهم في اننا نتكلم عنها والغلطة موجودة في الحاجات الكوزماتيكس لو تقيوا تشوفوا مثلا هنا هذي بالضبط مثلا هلم لور تشوف الحين يكتب لي انه ما اقدر اشتريها لانه ما عندي الف عملة فضية ليش اشتري حاجة ب الف عملة فضية وهذا تحدي الكاليبان يعطيني اياها بثلاثمية عملة فضية بس مملوكة بالفعل هل انا دفعت ثلاثمية لهذه معقولة وتقدر تشوف يعني الحين شفنا مثلا الكاليبان ونشوف الهلم لورد وتقدر تشوف الحقيقات الثانية مثل زركشة كاليبان اذا كاليبان كاليبان ثلاثمية اربعمية وخمسين وهلم لورد ب الف فالمبلغ كبير كثير ويمكن تكون عاقبتنك مثلا هذي وشكلها حلو بالفعل لكن المبلغها اربعمية وخمسين اللي هي هذي التمثال امامي الكاليبان لكن لو تجي وتروح لإدارة السفينة تروح للعناصر التقميلية وتروح لل ايش اسمها الكاليبان هذي مثلا تقدر تشوف هنا تشوف انه هذي اوكي اردنا مشترنها وهذه اردنا مشترنها فوش الحق اللي قلنا مثلا هذي هذي الحين ثلاثمية وخمسين هناك مكتوب انها أربعمية وخمسين توقع هذي هناك مكتوب نفس الشي أربعمية وخمسين وهنا مكتوب لقيمتها ميتين الهلم لورد الهلم لورد هناك مكتوب لقيمتها ألف وهنا بتشتريها بمية فدائما لما تشتري حاجة من ما تقرهوما ولا إنيتا ركز لأنهم موقات يريدوا يضحكوا عليك ويبيعوك حاجة أصلا ما تسوى مثل هذا الحاجات مثلا هذا الشراء علامة علامة الكاليبان لو تشوفها من داخل خمسين وهذه العلامة الدفة واو جميلة 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 جدا وقيمتها مية فنروح نشوف إرشاد كاليبان من عندهما هما وأنيتا ترى نفس السعر لا تقول والله هما تضحك علي وأنيتا تعاملها أحلى لا 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 بثنيتين خوات وبثنيتين تقارتنا نفس الشي فنروح نشوف لا 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 المصر التقميلية للكاليبان. هذا الكاليبان اوكي. اه مية. مية مية. لا ثلاثمية كان لا. وهذا بخمسين. هذا متأكد انها كانت هناك اغلى والرشاد هناك ثلاثمية وهنا مية. فجائما قبل عن تشتريوا اي حاجة من عند هذا للتاقرتين تراهم تاقرات وتحاول انها تبيعك الحاجة اه باغلى ما يمكن. فانت دائما او تبيع لك الحاجة اغلى ما ممكن. فدائما انت شيك قبل عن تشتري. شوف هناك بمية وهنا بثلاثمية وهناك هاي بعشرين الكاليبان وهنا بمية وخمسين. فالفرق في المبلغ كبير 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 كبير. وبالاضافة لذلك اصلا انت هذه العملة ما بتحصلها بشكل مستمر. هذه العملة تحتها قلك توصل كميات ذهب كبيرة عن طريق عن طريق المصنع. فبدل عنك تروح تصرف وتصرف مبالغ كبيرة لقلنا انها توصل للالف وانت يلا يلا انك تاخذ هذه العملة. فالافضل انك تتأكد وتشيك قبل عن تشتري. شوف الحين بيعطوني بعد اربعة الاف سبعمية بعدين بعد عشرين الف بيعطوني ثمانمية فتق مياه صعب. وصراحة شي مؤسف وغلط انك تروح وتصرف عليهم يعني لما تكون الاسعار متفاوتة يعني بين المكانين. والطريقة سهلة ما انه مكان تروح له مثلا يظهر لكم مثلا في الأسبوع مرة واحدة ولا شي لا. هم موقودين دائما فاسترافل وتسوي عملية الشراء والبيع. فهنا تكون نهاية المقطع. اتمنى انكم تستفيدوا منه. اتمنى انه وعقبكم. اتمنى انكم تدعموني بالسبسكرايب دائما دعموني بالسبسكرايب. 75% من المتابعين. ما زالوا ما ضغطوا على زر السبسكرايب. فدعموني بزر السبسكرايب. ادعموني باللايك والنشر ونشوفكم فيديو اخر. والسلام عليكم لا تنسيو دائما. وابدا انكم تذكروني الحاجات التي تريدوني اتكلم عنها عشان ان نغطيها في القناة. والسلام عليكم.